افتتح سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ فعاليات منتدى الشرق الأوسط للطاقة والاستدامة بمشاركة عدد من كبار الشخصيات ورؤساء التنفيذيين والمهتمين والمتخصصين وقد أعرب سعادة الوزير عن شكره وتقديره إلى الشركة الأوروبية للاستشارات النفطية على اختيار مملكة البحرين لعقد الفعاليات المتخصصة في القطاع النفطي مؤكدا على ما تحظى به المملكة من سمعة طيبة لعقد مختلف الفعاليات النفطية وما تليه حكومة المملكة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه من أهمية لتقديم سبل الدعم والمساندة وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستقطاب مثل هذه الفعاليات بهدف تعزيز التعاون مع مختلف الجهات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الطاقة النظيفة مشيرا إلى أن موضوع المنتدى جاء ليلب الحاجات العالمية في هذا الوقت لمناقشة الاستراتيجيات الجديدة لانتقال الطاقة ووضع اللبنات الأساسية لمستقبل منخفض الكربون الذي يعتبر هذا المنتدى فرصة جيدة لتجميع كبار المسؤولين وصناع القرار والأكاديميين والفنيين للعمل معا على إيجاد حلول مناسبة ومتاحة لمواجهة مختلف التحديات وأكد سعادة وزير النفط والبيئة على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الدول لضمان استمرار وصول الطاقة النظيفة الموثوقة دون انقطاع وبأسعار تنافسية معقولة لتحقق بذلك التقدم والنمو في جميع المجالات مضيفا سعادته أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه قد تبنت العديد من المبادرات لتحقيق الأهداف المرحلية والقصيرة المدى لتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول العام 2035 بورنا اليوم في هذا المؤتمر في بداية سنة 2023 مهم جدا لتوافق مع استراتيجية الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية التي قامت بها القيادة الرشيدة في كوب 26 مؤتمر الأطراف من الوصول إلى الحياد الكربوني في سنة 2060 ومن جانب عملنا في هذا المؤتمر هو العمل على الاستراتيجيات التي ممكن من خلالها أن نقلل الانبعاثات الكربونية في البحرين من مختلف المصادر نحن نشاركين في هذا المؤتمر الذي يعرض موضوع هام جدا وهو موضوع الاستدامة والطاقة البديلة وهو أيضا يعزز التعاون الدولي مع المنطقة لأن منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط سيكون لها دور هام جدا في مستقبل الطاقة النظيفة بحيث التركيز على الطاقة الموجودة طاقة الرياح وطاقة الشمسية أيضا الهيدروجين الأخضر والأزرق وإنتاجه خلال الفترات القادمة